السلام عليكم بعد غيبوبة وفقدان ذاكرة استمرت لمدة أربع سنوات عادل الحياة الرجل اللي تشوفونه أمامكم هو السعودي فارس أبو بطنين يجمع هذا الرجل اللي حصلت له قصة حزينة جدا ولكن اللهم لك الحمد يعني نهايتها كانت جميلة في يوم من الأيام كان متوجه من مدينة إلى مدينة في المملكة العربية السعودية هو مع اثنين من أصدقاءه كان في وقت الليل وخوي رحمة الله عليه كان مسرع صدموا نهاقة اثنين من أخويا توفوا توفوا على طول ولكن هو أصيب بجروح وكسور وتم نقله إلى أقرب مستشفى اللي هو محور حديثنا فارس أبو بطنين طبعا كان ودهم ينقلون أخونا فارس أبو بطنين إلى مدينة الرياف في أحد المستشفيات المتقدمة ولكن الأطباء كانوا يقولون نسبة أن يعيش تقريبا 9% احنا ما نقدر نحركه ما نقدر نشيله نخاف أنه يموت فيا جماعة يعني أصبر شوي لين ترتفع نسبة الحياة عنده بعدين نقدر ننقل إلى مدينة الرياف بخلاء طبي وفعلا عيز المشاهد تم نقل أخونا فارس أبو بطنين إلى مدينة الرياف بعد ما ارتفعت نسبة الحياة عنده إلى تقريبا 15% ولكن ما زال الرجل تعبان جدا لدرجة أنه دخل غيبوبة غيبوبة وفقدان ذاكرة استمرت لمدة أربع سنوات عيز المشاهد وصيفي غيبوبة قبل جائحة كورونا ولمدة أربع سنوات يعني ما صحة من الغيبوبة إلا بعد مرور جائحة كورونا صحة من الغيبوبة كان يقول أنا وين وش ساير كم المدة اللي نمتها يا أخوان كان يقولون كم تتوقع أنت يعني كم المدة اللي أنت كنت نايم فيها كان يقول يعني ما تعدت يوم تقريبا فسبحان الله أول ما صحة من الغيبوبة طلب المصحف وختم القرآن في مدة يومين تقريبا وكان يقول بعد ما ختمت القرآن كأنه واحد يقول اصحى يا نايم طبعا يوم أصيب في غيبوبة ولده كان عمره تقريبا سنة وبعد ما صح من الغيبوبة وشاف ولده الآن أصبح عمره خمس سنوات أشياء كثيرة تغيرت وهو ما زال في غيبوبة ولكن الحمد لله أنا يوم صحيت ولقيت الحريم السغون ولقيت تطور عمراني في البلد بشكل كبير وكنت أسمعهم يتحدثون عن رائد فضاء ورائدة فضاء عموما أعزو المشاهد ألف الحمد لله على السلام أخونا الغالي فارس أبو بطنين وش اللي صاير يا الله وش اللي حصل معي وش الألام اللي في جسمي وش النوم اللي أنمته كم ودته أنا وين يا سبحان الله علموني أنه صار عليك حادث في التاريخ الفلاني وصار معك كذا وتوفو زملاء كنت تحت رحمة الله أحكولي قصة كاملة أنا ما أذكرونها شيء نهائيا أحيث بعدما راحت كورونا ما يحكولي عن جائحة كورونا يحكولي قصص ويحكولي حكايات عن جائحة كورونا فقل يا الله أنتم تحكون من الواقع ولا من خيال أبناء كبروا أربع سنوات يا الله تخيل أنا قابلت ابني عبد الرحمن يوم صارح حادث عمره سبعة وثمانة شهور يوم قابلت ابني سعيد عمره خمس سنوات إلا شهرين أو شهرين لا إله إلا الله الحمد لله للاحظة ضملي تذكرت الأمير النام لها أكثر من سبعة وثمانة سنة وهو نايم أو في غيبوبة دعواتكم له يا أخوان إن الله يقومه بالسلامة سمان الله